الحمد لله حمد الكثير والكثير 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 حمدًا كما يحبه هو الله وأشبه لا إلهي الله وأشبه من محمد العبد البراهي ورسوله الله أنفسه وسلم على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه الله الميامين وعلى من اتبه بهذه فهو الله هناك سيل crocodile الكثير من الصناة ونAir أن أصمى المرأة والرجل أصل السواحي من طيبة واحدة ومن طبيعة واحدة حال أكون من نفس واحد ومن ذات من أصل واحد وإن تلوع الجلس ذكرنا أن كرامة المرأة وكرامة الرجل على حد سواح وكرامة المرأة مضمونة مكفورة ككرامة الرجل ولقد كرمنا بني آدم بما فيهم الرجال والنساء واليوم إن شاء الله سنترق حديث المساواة الخلقية هل الرجل أطوع لله من المرأة؟ وهل المرأة أعصى لله من الرجل؟ إذا كان المسألة في مسألة الطبيعة الخلقية في أذهان كثير من العوام بل عند كثير من عوام العتماء مرحوا فضائم الأجلمة وإن لم يفقوا ونصرحوا بذلك فإنهم يعتقدون أن المرأة دون الرجل في الأخلاق وفي الروح وفي القاة ميعاً قصوية وفي هذا الاعتقاد تسرب إلى المسلمين من قراءة لأهد القديم الذي جاءت فيها قصة آدم وحوا تفيد بأن حوى تحالفت مع الشيطان لحلة عقلها بفرقية آدم ما بذلك جاءت في في التوراة في سفر التكوين فعوض أن نقرأ الأهد القديم على ضوء القرآن قلم المعادل قرأنا النصوص الإسلامية على ضوء قصة آدم وحوا وتصربت هذه الفكرة إلى اعتقادات المسلمين أن حوا هي سبب الهواء فنحل السيطان على آدم من طريقها ولذلك في التصور العام أو المخيل العام الكثير للناس أنت المرأة والشيطان إذا رأيت المرأة رأيت الشيطان وكان الشيطان المتنبس بها أن تقوم بها أن تقوم بها وكان يصبح أن يصبح به أنجاز وهذا نجده في حديث العوان فيه حضابات دينية لشكل الإسلام فما حققت القرآن القرآن يأتي بسرد المخالف بسرد الأهد القادمة ويسرد التنبس أولاً على القرآن يقول فوسوس إليه الشيطان لم تجد في القرآن فوسوس إليها الشيطان إذا هما في الوسوسة النسواة آدم وحوات بل تجد في القرآن أن الوسوسة هو آدم الوسوسة له الشيطان قال يا آدم أنا أدركك آدم الشيطان الملكي الملكي لا يبقى لا ذكران حوات مثلاً أصر إنما هي ضحية لا جانية هي ضحية معصية آدم فعصى آدم مرضى كان يجب أن فعصى حوات أو زوجة آدم فعصى آدم ربنا فدرق آدم من ربه كريماتي فدرق عليه فعصى صاحب الله صاحب خطيرة فعصى صاحب صاحب إنما عندما ندخل حوات هذه المسألة نهاياً فعين كان هناك من هو أقل دا ديناً فرقه من خلال هذا السنة وإنما الشركان عملين به مباشرةً أما حوات فإذا بمعزين عن هذه المقصة فكسب لي جمةً وتفصيل فعين والمسؤول على هذه المقصة هو آدم فالتشقى لنقول أديث محتمل ثمان هو الشقائر العمل والشغل ولذلك لم يتلتش على هذه المقصة شكراً أعلاح الله بغلاف ما هو أصل أهدي تبقى لي أن عقار الغرقتي إذ أنها أخطار المتدد في وجع لكشون دولار هذا مكتب المفل في سفر التكوين أما في القرآن فلذلك لا لعقار ولا لتشعي نتيجة لخطأ بالنسبة لحظة إنما القصة المتعود ب أهدم طرده لكن هناك حديث في البخار المسرين هو حديث المسرين الحديث هو البخار المسرين من حديث الله حديث الله فيه لولا بنوا إسرائيل لما خلجت ضحن ولولا حواء لما خلجت أمثى زوليا المسر الوحيد الذي يأكله حواء باسمها في هذا الحديث في القرآن لا يأكله حواء كاسم هذا الحديث الوحيد الذي يأكله أمنا حواء باسمها لا يأكله حواء باسمها لا يأكله حواء باسمها العقلانيون المفرطون في تقديس العقل يكون هذا الحديث مرميدي مرميدي لأن اللحن خلجت ضمن بني إسرائيل ما علامة بني إسرائيل وتعفر اللحم وذلك خالف البكتيريولوجيا البكتيريولوجيا علينا أن اللحم يتعفل إلى البقية ما علامة بعصية بني إسرائيل وتعفر اللحم وما جريبة الإنسانية على ذلك ما علامة بعصية بني إسرائيل والله نقول لا تزيلوا بأسياتهم وذلك الذين يعرضوا من هذا الحديث على مسرد العقل على مسرد العقل هو العقل قد يخالفوا عقلنا آخر حين دراها في هذا الحديث تعالوا مع العقل ما حلم أن ليس كنت قائف الحديث في البحث البخاري المسلم خلناه العلمان الحديث نعم البخاري المسلم هما أصحى الكتب لكن ليس كل ما في البخاري المسلم قد نها عند عزماء الحديث فإن يستبعى أن بعض المقاطر حديثنا يقبلنا هذا الحديث يقولون هؤلاء الإسراعيليات لكن هذا يب قد يقولون الإسراعيليات وحتى لو كانوا الإسراعيليات لا إشيال فيه وإذا ما تحفظ المصوص بالتأويل يعني أن كل ما عارض نص عقلنا الغيباء لذلك يبقى لنا فيه المصوصي شيء ومعما ننتقله على الأحاديث نجده في القرآن أيضا والأمثلة عالية جدا المسألة خطيرة أي عقل؟ ولذلك يبقى المعفقة ونحفر على المصوص بالتأويل مصدق على إلى ذلك السابقة إلا أن يأخذ فرق لله في تصريح الحديث وهو ليس ربدا على رسول الله إنما الشك في الرواية لا أحدا يرد الحديثة رسول الله كحديث وخلما يشك في السنة أو في البدن لأن قالبا الرواد يرون ما فهموا لا أسمعوا وقد يكونوا في المدرد وقد تتصرفوا الإسرائيليات يا رجل هذه المعفقة هذا معروف عند علماء الحديث وبعد يعتبروا أن هذه المعفقة التي رضاها أبو غريغة تسوّبت إليها كثير من الإسرائيليات لأن أبو غريغة كان يشيص مجلسا معه فيه كعب الأحبار وكعب الأحبار يرمي الإسرائيليات وهذا يعني أحاديث وبعد تغادثة لبقى أبو غريغة يسللون إلى أبو غريغة الأحبار لكن لا بيع الحرب لحال هذا الحديث يمكن أن نعني فيه العبار لولا بني إسرائيل لنا خنزة اللحب مثل هنجدون في أهد القديم في سفر الخروف نهى موسى قومه عندما خرجوا من مصر أن ينتهلوا اللحب أصلاً وهم في الصغر التقصار قالوا لا تنتهلوا اللحب كلهم تصدقوا منه فإن اتدهلوا فإنه سيتعفل فعصوه ليس كلهم عصوه موسى فريق منهم جريق فريق من أهل الكتابين بني إسرائيل العرب الذي يرغبه الخاصة وهذا نجده أيضاً في القرآن لنا في بني إسرائيل في المساوى في المساوى عروب هنمكن أن ندخل في هذا القصة المساوى عروب لا يمكن لبعض الناس يقول لك بسبب بني إسرائيل بسبب شحيم ومعص يديم خنزة اللحب عند الإدخاء لا 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 إنما ضاعف من جمال إسرائيل عند البروج من المساوى عاصلت عمراً سرعياً وعامراً طبيعياً خلفوا قائونها سرعة وقائونها الطبيعة فتنتب عليه خنزة اللحب لا نستوبة من هذا شيء إنما هي القصة والقصة لا يصنبت منها لا عقائد في بعض الأحيات ولا عقائد ومبنوع ولا نستوبة منها أحكا وهذا المنبى يرى من الحديث إلى مقطع ولا نستوبة كثيراً في الأحاديث لا يرى من الحديث إلى مقطع لا تعلموا سباقهم ولا إلحاقهم ولا تعرفوا سبب وجودية كثير من الأحاديث لا تفهم على أنه يغير عنك سبب البروج من الجروب إذا بينا فصل على الحديث بأن بني إسرائيل يعني طعف من بني إسرائيل عند الخروج من مصر خالف الأمر موسى فتعفل لك هذا لا يخيف لا علم ولا ربية ولا جداً إنما التأويل هو الذي يسدد الأمر ولولا حوّى ما فانت كنت زمياً كنت زمياً يمكننا فهم من الأحاديث أنهم مكروماتون لحوّى يعني يجبون مكروماتين كما أنت كنا مع ذلك يخدموا صحيح يجبون حديثة واضحة يعني مثلاً يجبون عرض الصوصين يتبادئون إليهم أولاً الحرف المعنى الحرفي ولذلك لا ينباقي أن يهجوا مع النصوص من ليس بالأهل العديد ولولا حوّى ما خادت أمثاء زوجياً يعني حوّى تخدموا عملاً ليس بك الله رجل واحد هو عيداً تخدموا عملاً لينا ستقصية خيانة زوجياً إذا كانت الخيانة ماذا؟ حوّى أخذت ماذا؟ جاء في الإفساح على المعال السحاح للوزير الصالح ابن أبي هبيرة أو ابن أبي هبيرة أن الخيالة هنا أنها لم تنصح له ولم تنقه من الأخي من الشرق أن يدعون أنها أعقلونه لكن لم تتجرب على النبي مثلاً ماذا؟ 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 أن تجرب على الرجل أن تأخذ اليده هذه الخيالة ليست خيالة في الزوجياً إنما لم تنصح له لأنه فهمت أنه قابد على المخالفة إذا هي أو عامله في المخالفة إنما تتلون أنها لم تجرؤ ومن طبع المرآة لا تجرؤ على الرجال إذا يمين هذا لكن لا ينفع لها ذلك ينفع في أن تعمل في المعروف مثلاً على الملكة هذا ما ليه؟ تنهام عليه لا ينفع الملكة لأنه لم تنهى الملكة فالمخالفة أخفه فالمخالفة أهداً والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليانهم بعض يأمرون من معروفه وإنما هم علمه يعني على المرآة تغارب نفسها وأن تجرؤ حتى تنصح الرجل ألا لا يقع في المعصير لأنه سيجرها معروف المعصير فإلا فأعظم الفساد في الأرض من سرع الرجال يسفكون الدماء والضلم والضلم في الرجال أكثر من الضلم في النساء حروب هذه التي تصير أنهاراً من الدماء من الحروب هذه فوالرجال فلولا حوى ما خالد ومتازر لماذا الدماء اللي فأهم له أنها هي السبب في المعصر وأنها أخبر لرجل من خلافة الرجال والرجال في الخاتمين إن الله لا يحب الخاتمين من الرجال ومن النساء وبالتالي هناك مساواة في الأخلاق فإذا وقفنا على على ظاهر النصوص نجد أن الرجال أمدوا إلى المعاصر لأن قوتهم وصفتهم تجعلهم أكثر جرعة على الجريمة وطف النساء يحبطهم كثيراً من سفك الدماء ومن الضرب وبالتالي إذا أردنا أن نكون من سفين قد نقول أن المرأة من خلال السيعة أنها أعقل من الرجل لولا بدأ المساواة لولا بدأ المساواة الذي يدعنا أن نفضل المرأة أرى الرجل إذا أردنا أن أردنا أرى الرجل أردنا الأولى أردنا المرأة أردنا أعلم نعم 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 اشتركوا في القناة